من رحم المعاناة طولت قصص النجاح قصة كفاح من طلع عماد الأولى على إعدادية قفر الشيخ بنت مصرية جميلة قدرت أنها تقهر كل الظروف الصعبة الأسية وهربت من الحجج والشكاوي والشماعات الجهزة ورغم أن أبوها طلق والدتها وأنها عيش على البلاط وكانت بتذاكر على الجردل إلا أنها أصرت على أنها تحجز اسمها ما بين الأوائل في الشهادة الإعدادية فيطرأي حكاية من الأولى على الشهادة الإعدادية في محافظة قفر الشيخ منا طلع عماد البنت الجميلة دي عيش مع والدتها وإخوتها من غير عفش يا دوب مرتبع البلاط وبس وبتذاكر على جرد البلاستيك لأن أهل أبوها أخذوا عفش البيت وأبوها سبها هي وإخوتها بدون سؤال أو حتى مصاريف لست سنين واللي كان بيصرف عليها هو خالها وشغل أمها مأساة مش كده بس للأسف في ناس كتير بتتجوز وبعد كده بترمي زوجتها وأولادها وينسوهم تماما وبييجي بعد كده الأب لما يكبر ويعجز يبقى عايز عياله تشيله الأب كان مسافر أحد الدول العربية وبعت ورق الطلاق لمامت منها وللأسف أهل البنت المتفوقة دي بدل ما يحننوا قلب والدها ما صدقوا وبسرعة أخذوا كل العفش وسبوا البنت ومامتها عايشين على البلاط ويا دوب شوية حاجات بسيطة مامتها جابت الحاجات دي من جدتهم علشان يقدروا بس يعيشوا منا طالله عاشت فعلا أيام صعبة وحلفت لأمها إنها ترفع رأسها وفضلت تذاكر ليل ونهار لدرجة إنها كانت بتذاكر على الجردل وبتنام على مرتبع الأرض وكررت إنها تضرب الظروف بالألم لحد ما جه من كم يوم وبعد إعلان نتيجة الإعدادية وأسماء الأوائل كانت منا طالله عماد الأولى من بينهم وبقت الأولى على كفر الشيخ وأكدت منا طالله إن الحفاظ على الصلاة والحرص على الكرآن ورد والدتها هو سر تفوقها ونجحها وكمان لازم تنظيم الوقت مش بس كده ده ربنا عوض صبرها خير وفي لحظة ألب الموازين لصالحها ونور طريقها وكمان كرر الرئيس بنفسه إنه يتبنيها في كل مراحل تعليمها لحد الجامعة والتبني ده هيكون كمان لكل عالتها ومحافظ كفر الشيخ كرر إنه يتدخل لمساعدة منا وقسرتها وهيتم تجهيز منزلهم بأساس كويس وأجهزة كهربائية وهيتم دعمها في أي ظروف حالية أو مستقبلية والدولة بكمل أجهزتها والرئيس مهتمين بقضية منا من نطالله كلنا بنقولك أنت بجد تستحقكوا لتأدير واحتراموا فخر أنت فخر لكل فتاة مصرية دقتي مرارة الفقر والقهر والحرمان لذلك اتغلبت على كل ده بعزمتك القوية وربنا عوضك مستنيينك بعد ثلاث سنين يا دكتورة منا وتفرحين بخبر التحاقق بكلية الطب ومبروك على تفوقك لو عجبك الفيديو شير كتير مع صحابك واستنونا في حكاية جديدة من عين مصر